طيب وإحنا معنا الأميرة السمراء البطولة الإفريقية وهنتكلم عن تفاصيل كتيرة متعلقة بمشوار النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي هعيز أقول لكم ممكن النادي الأهلي لسه في وسط الموسم الناس كتيرة بتتوقع وشايف أن الموسم خلاص يعني انتهى بلسبة كبيرة أنا عايز أقول لكم لا لسه بدري ده احنا لسه في نص المشوار ليه؟ أولا النادي الأهلي لغاية دلوقتي شارك في ست بطولات النادي الأهلي حتى هذه اللحظة منذ بداية الموسم في لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية حتى الآن لأهلي لعب ست بطولات على المستوى الإفريقي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي النادي الأهلي لعب السوبر إفريقي أمام اتحاد العاصمة لعب النسخة الأولى من الدور الإفريقي السوبر ليج أمام سيمبا ويماموليدي سانداونز والأهلي الأسف لم يوفق في الوصول للمباراة النهائية ثم لعب كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية لعب نهاية كأس مصر أمام نادي الزمالك في الرياض لعب بطولة كأس السوبر المحلي للأندال أبطال في الإمارات ولعب مباريات دور أبطال إفريقيا في الموسم الحالي وحتى الآن للأهل النادي الأهل لعب حوالي 15 مباراة في الدور المحلي متبقي ما لا يقل عن 19 مباراة في الدور المحلي بالإضافة لكأس مصر الجديد اللي تتلعب مبارياته في هذا التوقيت بنتكلم على 6 بطولات تتلعبه ولسه باقي بطولتين يعني الأهل السنة دي كان بلعب في 8 أو هيشارك في 8 بطولات على مستوى الإنجازات خلال المشاركة في 6 بطولات النادي الأهلي نجح فيها بنسبة 75% طيب النادي الأهلي حقق برونزية كأس العالم للأندية برونزية كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية وكانت ضربة البداية أمام اتحاد جدة السعودي وكسب بطل أسيا في مباراة تحديد المركز الثالث واللعب على البدالية البرونزية النادي الأهلي كمان فاز بكأس السوبر للأندية الأبطال على حساب مودرن فيوتشر في الإمارات العربية المتحدة البطولة اللي تلعبه تعاقب مباراة كأس العالم للأندية والكلام ده كان في نهاية شهر ديسمبر الماضي فقادي إنجاز تاني اتحقق خلال هذا المسي الانجاز الثالث النادي الأهلي نجح في الفوز على نادي الزمالك في بطولة نهائي كأس مصر البطولة اللي استكملت خلال هذا العام ولكنها بطولة كأس مصر المسم الماضي وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل لشيء في الرياض وبالتالي كان الإنجاز الثالث خلال هذا المسم ونجح الأهلي في استكمال إنجازاته بالفوز بدور أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي يوم السبت الماضي على استاد القاهرة بعد نتيجة المباراتين تعادل سلبي في تونس والفوز إيابا في القاهرة بهدف مقابل لشيء عشان الأهلي يحقق أربع بطولات بأربع إنجازات ولكن الأهلي لم يوفق فيه بطولتين خرج من سيمي فاينال الدور الإفريقي في النسخة الأولى وخسر السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة بأحداث ومبارات أحكمية كلنا فاكرنا اللي تلعبت في مدينة الطائف في بداية هذا المسم الأهلي خلال هذا العام أو خلال هذا المسم الرياضي منذ شهر تسعة حتى شهر خمسة بنتكلم بالضبط في ثمان شهور لعب ما لا يقل عن واحد وأربعين مباراة ما بين محلية وإفريقية ودولية واحد وأربعين مباراة بتتكلم مباراة سوبر إفريقي أربع مباراة في السوبر ليج أربعة عشر مباراة في دورة أبطال إفريقي يعني انت عندك تسعتاشر مباراة قرية تسعتاشر مباراة قرية وتلات مباراة دولية تحت مظلة الفيفا فقادي كده بنتكلم في 22 مباراة مع خمستاشر مباراة في الدوري 37 مباراة مع أربع مباراة مباراتين في الكاس أمام سموحة والزمالك ومبارات في السوبر مصر لأنديها الأبطال في الإمارات لعبت مع سيراميكا ومودر نفيوشا واحد واربعين مباراة طب واحد واربعين مباراة متبقي كان مباراة للنادي الآلي خلال هذا المسلم الآلي لعب خمستاشر مباراة في الدوري ناقص له تسعتاشر مباراة تسعتاشر مباراة منهم تسعة هيتلعبوا من 12 ستة ل 12 سبعة يعني منهم تسعة هيتلعبوا في شهر كل 72 ساعة مباراة ولسه في خمس مباراة في كاس مصر لما نشوف موعد الكاس خلال الفترة الجاي يعني هل نتكلم السنادي الآلي كان محدد ليه ما لا يقل عن خمسة وستين مباراة خمسة وستين مباراة عشان تلعب في 8 بطولات وتسعت جمهورك بكل هذي الإنجازات وكل هذي البطولات ولكن بالتأكيد اللقب الأغلى اللي تلعب عليه كل سنة هي هذي البطولة الغالية دوري أبطال إفريقيا الأميرة السمراء اللي يدري الأهلي حققها خلال هذا العام للمرة الـ 12 كان لازم مهم جدا وأنا ببدأ أتكلم على الإنجاز الكبير اللي معايا في حلقة النهاردة أوري الناس تتابع وتشوف السنادي الأهلي لعب أد إيه كان أمامه تحديات في بطولات أد إيه والمواجهات القوية للعبها كانت مع مين تلعبت مع الترجي لعبت مع سانداونز لعبت على المستوى الأسيا لعبت مع بطول الدورة بطول أسيا على تحقيق الميدالية البرونزية لعبت مع التحدي الجد السعودي بطل السعودية وبطل الدوري واللي كان ممثل السعودية في كاس العالم للأندية لا لعبت مع مستويات كبيرة جدا لعبت مع بطل كوبا لبرتادوريس والتحكيم البولندي اللي كان قدر هذا اللقاقه لنا فاكرينه طبعا كان ليه زي تأثير على خروج الأهل وعدم تحيي إنجاز كبير بالوصول للمباراة النهائية لكاس العالم للأنديه ده كل اللي فات طب اللي جاي نهاردة هنه واحد ستة والموسم المفترض يعني أو المفترض هينتهي في نهاية تمانية فاحنا عندنا شهر ستة وسبعة وتمانية في الثلاث شهور دول الأهل هيعمل ايه؟ في الثلاث شهور دول الأهل عنده تسعتاشر مباراة محلية وقد يتم ترتيب مباراة كأس مصر ما بين المباراة المحلية أو بعد نهاية الدوري المحلي فتسعتاشر مباراة في الدوري زائد خمس مباراة في كأس مصر إن شاء الله في حال الوصول إلى المباراة نهائية 24 مباراة محلية محدش يحط مباراة السوبر الإفريقي لماذا ملك في المرحلة دي السوبر الإفريقي لسه مش دلوقتي مش هيتلعب دلوقتي مش قبل شهر تسعة وعشرة أو حتى ممكن يتأجل لنهاية السنة أو مع بداية السنة الجديدة لسه بدل على موضوع السوبر الإفريقي هيتلعب فين إمتى معاده الكلام ده كل الأعرب كان ممكن يتلعب في السعودية والاتفاقية اللي ما بين الكاف والمملكة العربية السعودية كالتحاد سعودي خمس سنين بتسمح إن ممكن السعودية تطلب استدافة السوبر ولكن كل الأمور دي مش مطروحة دلوقتي للنقاش ولسه لم يتخذ فيها قرار وفكرة إقامة البطولة في مصر يعني مش وردة حتى الآن ولكن لسه هنستنى نشوف اجتماعات الكاف خلال الفترة الجاية الناس كلها أجازة فهنشوف من أول سبعة الكاف هيبدأ يجتمع إمتى عشان ياخد قرار في هذه الجزئة طيب